السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة النهاردة إن شاء الله أحب أرحب بطلبة التعليم الصناعي وشعبة الإمارة تخصص أعمال البناء أرحب في حلقتنا المتميزة اللي هي إن شاء الله تكون بداية عام دراسي سعيد عليكم إن شاء الله وأتمنى من الله أن يكون عام دراسي سعيد وأن يحفظ جميع طلبتنا أبنائنا وبناتنا من شر وباء كورونا وأن يحفظكم من جميع الأمراض وأتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله وأشوفكم في الكليات يا رب يكون عام سعيد إن شاء الله وبداية موفقة لأبنائنا المتميزين والمتفوقين إن شاء الله وهنبدأ مع بعض سلسلة حلقات مادة تخطيط وإدارة الإنتاج نهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض في بداية سلسلة حلقات مادة تخطيط وإدارة الإنتاج تخصص أعمال البناء الصف الثالث النهاردة إن شاء الله تعالى مع بعض كدوة هنبدأ نتكلم في جزئات التخطيط وقلنا قبل كده في حلقاتنا السابقة في المادة الإسرائية أو المعلومات الإسرائية وقلنا إن مادة التخطيط دي بتنقسم في تخصص أعمال البناء إلى ثلاثة أقساب أو ثلاث أجزاء في جزء مواصفات وعطاءات الجزء الثاني اللي هو بيبقى عبارة عن مسائل تسمين إزاي أحسب الخامات والتكاليف بتاعتها تمام؟ للخامات والأعمال المراد إيه؟ تنفذها الجزء الثالث كيفية حساب الكميات هنبدأ النهاردة إن شاء الله بالجزء الأول لمادة التخطيط وإدارة الإنتاج اللي هو بيكلم عن العطاءات والمناصات وهنشوف الحاجات المهمة الأسئلة المهمة اللي بتيجي في الجزئية دي المادة دي عايزين نهتم بيها المادة دي 600 درجة مش عايزين نضيع منها أي جزئية لأنها مهمة جدا جدا وفيها شغل كتير تعالوا مع بعض كده عشان نستغل وقت الحلقة بتاعنا وما نضيعش منه أي حاجة تعالوا مع بعض هنعرض اللي إحنا هنشتغله النهاردة هنتناوله مع بعض النهاردة إن شاء الله في مادتنا لماد التخطيط وإدارة الإنتاج إيه أعمال البناء أو الجزئية هنتكلم فيها منهاردة إن شاء الله أو العناصر اللي إحنا هنتكلم فيها أول حاجة التعاقد بطريقة تقديم عطاءات التعاقد بطريقة تقديم العطاءات العنصر الثاني معلومات عن مقدم العطاءات العنصر الثالث لغة العقد وتفسيره العنصر الرابع مدة سريان العطاء خمسة التأمين الابتدائي ستة تعديل قيمة العطاء تعديل قيمة العطاء سبعة ودي اخر عنصر في ان شاء الله في حالاتنا النهاردة اللي هي بيكلم عن اسباب الغاء المناقصة اسباب الغاء المناقصة تعال انا نمسك اول عنصر ونتكلم عنه التعاقد بطريقة تقديم العطاءات العنصر بيكلم عن ايه باش مهندسين التعاقد بطريقة تقديم العطاءات ايه العطاءات دي انا دلوقتي مالك تمام وعايز اعمل مشروع عايز اعمل مشروع لنفسي المشروع دوت عندي حتة ارض مش هروح مع نفسك دوت اروح مثلا مصممه لا فيه الناس اصحاب تخصص اصحاب التخصص دولت بيعملوا يا باش مهندسين بروح لمكتب استشاري بقول له مثلا عندي قطعة ارض في المنطقة مثلا سين او صاد تمام بقول له عايز اعمل قطعة الارض دي ابني عليها ايه مشروع مثلا شركة مصنع مثلا فيلا هاي المواصفات بديله المواصفات الكل الافكار اللي في دماغي بروح مدهاله هو المكتب الاستشاري دوت بيروح مسجل البنوت دي كله والملاحظات اللي انا ايه والطلبات اللي انا بحدد بيروح مع عامل الرسومات بتاعته بيروح عامل لي رسومات الرسومات ديت بيبقى عبارة عن البلان الافقي بلان افقي للمشروع وبلان رأسي او قطاع رأسي للمشروع والوجهات للمشروع يبقى تلات لوح التلات لوح دولت بيتعمل على اساسهم ايه المؤيسات بتاعت المشروع كمية الاعمال اللي هتتنفذ لغاية المطلع بالمشروع ده بداية من بند الحف مرورا بيه بند الخرصانة العادية مرورا بيه بند الخرصانة المسلحة امر على عندي بعد كده اروح طالع مثلا لو انا عند السترادت مولى حاجة هردم ياييه الجزء اللي انا حفرته بعد ما عملت فيه و ايه و صبيت الخرصانة العادية والخرصانة المسلحة فيه جزئية كده متبقية من و ايه من بند الحف هروح ردم وارد كل الكلام دوت هيتحسب بعد كدهSabت بعد ما اطلع على الخرصانة ياييهال تكميلة الخرصانة المسلحة ان كان فيه اعمدة ان كان مثلا فيه قمرات ان كان فيه بلاطة سف كل الكلام دوت بيتحسب بعد ما بخلص باند الخرسانة المسلحة بنروح داخلين على اللي هو باند الايه المباني بعد المباني ممكن مسلا فيه بياض فيه تشيبات فيه طبعات عزلة كل الكلام دا ويتبيتحسب بعد كل التخصصات دي اللي انا همر عليها في المشروع بتاعي فيه باند عندك باند النجارة الشبابيك والبيبان كل الكلام دا بيتحسب بروح اعمله تكلفة مبدئية للمشروع او حساب كميات للمشروع كل باند كمياته قديه يعني مثلا باند الحفر لما اجي حسب باند الحفر طول فعرضي في ارتفاع كمية الباند دا كمية النهائية دا انا هشيل حفر قديه ناتج الحفر اللي هيطلع منه قديه مثلا تلاتة متر مقعب اربع متر خمسين متر ستين متر يبقى انا عارف ان انا هجيب عربيات هتشيل كمية دا يبقى مثلا خمس عربيات ستة عربيات سبع عربيات او سبع نقلات يبقى انا عارف التكلفة بتاعت الباند دا بعد جدواتي باشمون ديسين بعد ما بحسب الحسابات بتاعتي تمام باجي اروح موررين اروح عارض كل الشغل اللي انا عملته دا على الايه صاحب الموقع او صاحب الارض اللي هو مين المالك انا دلوقتي اصبحت جدو هو المهندس اللي انا هعمل الشغل بتاع المالك دا يبقى انا اسمي مهندس المالك عشان في مهندس مالك اللي هو المالك هو اللي هيحرقني هيوجهني طلبتك ايه وانا هرسم لك يعني انت فكر بس وانا هنفذ لك بعد جدوات هرسم لك الرسومات واعمل لك الحسابات تمام وايه السلم المقاولين وبعد جدوات تعال انت حاسم طيب بعد جدوات يا باشمون ديسين انا عايز اعمل المشروع دا انافذه هيتنفذ ازاي بعد ما رسمت الرسومات وروح تمضط له عليها وقلت له الرسومات دي ات مظبوطة بعد التعديل وبعد حساب الكميات تمام هيعمل الخطوة اللي بعديها هينزل فيه منقصة ممكن يروح ايه انا عايز مثلا اعمل المشروع دا باقل تكلفة باقل تكلفة واعلى جودة طب ازاي الكلام دوت ما انا هعمل بقى زي منافسة كده هوت ما بين المقاولين اروح منزل المناقصة او العطاء دوت في جريدة رسمية يبقى انا اعلنت الناس كلها ان انا عايز انفذ المشروع دا اللي هو عبارة عن كذا ومواصفاته كتبها فيه قراصة شروط شروط عليه انت وافقت هتدفع لحق قرص الشروط اللي هو العقد دوت وهتعمل لمؤيسة تكلفة الاعمال كلها كل بنده هتعمل لي تكلفة ليه والجمع لي يبقى مثلا المشروع دوت هيتكلف مليون هيتكلف ايه مليون في واحد مثلا هيعمله مليون مثلا الا متين الى متين الف واحد مثلا هيعمله بسبعمائة وخمسين في واحد هيعمله انا ليه ان انا هاوصل انا دلوقتي ما بيني وما بينك شروط عقد اقل تكلفة هنوصل ليها انا هختارها عن طريق المناقصة والعطاءات في عندي الكلام ده اللي هو المهندس المقاول هيعمل المؤيسة بتاعته وهيرح حطتها في جواب ويتقفل ويتسلم بعد جدوات هنيجي نحدد هنقول مثلا بعد 15 يوم هيتم فتح المظاريف في اليوم مثلا يوم التلات الموافق مثلا الساعة 12 بالساعة كذا وعلى جميع المقاولين او مهندس المقاول بقى مهندس المقاول دلوقتي هو اللي يحضر او المقاول هو اللي ممكن يحضر عشان يبقى فيه شفافية للكل عشان ما حدش يقول لك ايه ده حصل تلاعب لا انت خدت الليه العطة بتاع الاستاذ سين وما خدتش العطة بتاع الاستاذ اتلاقي باش مهندس انا ليه المصلحة عفوا ليه مصلحة ان انا اوصل للي هو اقل عقد ونفس الجودة اللي انا اشارتها لها في كراس الايه الشروط المواصفات طيب بعد ما بيرسج الكلام ده بدي اسمها مرحلة الايه العطاءات او تقديم الايه تعال نشوف مع بعض كده التعاقد بتريقة تقديم عطاءات اذا اراد المالك التوصل الى التعاقد باقل اجر لانجاز العمل المطلوب فانه يلجأ الى طريقة التعاقد عن طريق تقديم عطاءات وفي هذه الطريقة يقوم العميل بعمل منقصة اللي احنا قلنا عليها قدمت منقصة عن طريق تقديم عطاءات في مظارف مختومة وفي اليوم المحدد اللي هيتم تحديده تفتح المظارف وترسو المناقصة على صاحب اقل عطاء بشرط ايه هو الشرط انه يكون قدم جميع الضمانات والتأمينات انه هو يكون قدم جميع الضمانات والتأمينات ايه هي الضمانات والتأمينات يكون قدم يكون دفع حاجة اسمها تأمين ابتدائي ايه هو التأمين الابتدائي ده تأمين الابتدائي ده اللي هو عبارة عن ايه عفوا تأمين الابتدائي ده احنا قلنا قيمة العقد بتاعي القيمة المؤيسة بتاعتي مثلا مليون اروح جاي اروح حاسي باتنين في المية من قيمة العقد اللي هو المليون دوت اللي هي كام عشرين الف اروح دافع كلام ده في البنك اللي ايه لحساب المالك تمام او لصاحب اللي هو اللي حساب المهندس المالك اروح حطيتها في اللي ايه في الخزنة بتاعت البنك او للمالك وهو هيشالها عنده تمام وليه حرية التصرف في ليه حرية التصرف في المصاريخ في الفلوس ديت لو انا اخطأت اللي هو كمقاول لو انا اخطأت في اي اعمال اتأخرت في تنفيذ الاعمال كلام دوت ليه حق انه هو يصرف في جزء من الفلوس ديت تغطي قيمة الاخطاء اللي هو بيعملها ليه المقاول زي ما احنا هنشوف بعد كده يبقى هو بيدفع تأميني ابتدائي تمام ويه بيأمن على العمال اللي هو هيجيبهم كل الضمانات والتأمينات اللي هي توفاة لتديني الطمأنينة ان هو هنفز للمشروع دوت يا بشماندسين لازم يكون يكون قدمها قبل ما ايه قبل ما نفتح المظريف تعال مع بعض كده نكمل ان يكون قدم الضمانات والتأمينات اللازمة تبقى لقراسة السلوط اللي هو العهد اللي ما بينهم ما ايه المالك وتقضع كل من المنقصة العامة اللي هي العطوات بنسميها لمبادئ العلنية اللي هي الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة وكلتا هما اما داخلية يعلن عنها في مصر يعني ممكن المنقصة او العتدة قدمه يكون في مصر داخلين فقط او خارجيا تكون منقصة عالمية مثلا يعلن عنها في مصر وفي الخارج ويكون الاعلام في الصحف اللي ايه اليومية وممكن اوسع العطاء ده لو هي مشروع عالمي مثلا اروح منزل عنه اعلان في الايه في الاعلام ده كدوات بالنسبة للايه للعطاء تقديم العطاء تقديم العطاء طيب عايز اعرف لو جيه سؤال لو جيه سألني وقال لي اذكر معلومات عن مقدم العطاءات المعلومات اللي من المفروض ان هي تتوفر تكون متوفرة للمالك عن مقدم العطاءات زي ايه اتقدم لي في العطاء في العطاء اللي انا قدمته ده او نزلته في الجريدة الرسمية مجموعة مقاولين او مجموعة شركات افتح كدوات يا بشمواندسين ووافق علي حاجة ممكن تكون مثلا في شركة من الشركات او مقاول من المقاولين دي سمعته تكون مثلا مش كويسة في الشغل مثلا ممكن بياخر الشغل ما بينفس ما بينفس الشغل ده في المواعيد الرسمية المحددة لي مثلا بيتأخر بيعمل شغل مش كفاءة عالية كل الكلام ده لازم يبقى متحدد كمالك ابقى متطم اللي مين انا هتعامل معاه الشركة دي ممكن تكون شركة الناس اللي انا هتعامل معاه مقاولين ممكن تكون شركة او ممكن تكون محل تجاري المحل التجاري دوت يعني عبارة عن مجموعة مقاولين مجموعة المقاولين دولت هيخشوا مثلا ويخشوا المناقصة ويقدموا العطاء ممكن يكون هو رسع عليهم العطاء اللي هو اقل ايه تكلفة طيب اقبلك دوت مش اعرف ايه ايه الناس اللي انا هتعامل معاهم دولت يقدموا لي ما يزبط ان الشركة دي يكليها ترخيص ومثبتة ومعلنة والناس عارفها كلها او المحل التجاري دوت اللي هو مجموعة المقاولين واعرف الناس الشخصيات اللي انا هتعامل ديت اسمها نازل في الترخيص بتاع الشركة او المحل دوت ولا مين الاشخاص مجيش وانا واقف في الموقع كده واتفاجئ مثلا بسين جايلي ويقول يا بشمهندس ده انا المهندس انا ما عرف اكش انا معايا في الكراس اهو في السين وصاد وعين هم دولت الشخصيات اللي انا هتعامل صفتك ايه انا مش هتعامل معك عشان ما يحصلش ايه اختلاف مع الشخصيات او ده يخش مثلا بايه برأي وداي مثلا يجيلي برأي تاني وده بكلمة لا يا بشمهندس انا فيه شخصيات متحددة فيه كراس الشروط المواصفات متحدد الشخصيات هم تلاتة او اربعة او خمسة هم دولة التعامل معاك من اول المشروع اللي بدايته تعال نشوف مع بعدي كده اول اول نقطة فيه معلومات عن مقدم العطاء رقم واحد اذا كان مقدم العطاء شركة او محلا تجاريا يجب ان يرفق بالعطاء صورة رسمية من المستندات اذا كان مقدم العطاء شركة او محلا تجاريا يجب ان يرفق بالعطاء صورة رسمية من المستندات الخاصة بتكوين مين بتكوين الشركة ده يخص مين تكوين الشركة او المحل اللي هو مجموعة المقولية وكمان ايه والاشخاص المرخص لهم بالتعاقد يبقى انا حددت كمان ايه انا اتمنت كده الاشخاص اللي انا هتعامل معاهم ومرخص لهم بالتعاقد باسم الشركة او المحل وكذلك الاشخاص المسؤولين عن تنفيذ العقد دي نمرة واحدة تعال نشوف نمرة اثنين يجب ان يبين مقدم العطاء بعطائه عنوانه بالكامل الذي يتخذه محلا مختارا له بجمهورية مصر العربية يكون مبين في العطاء في كرس في كرس شروط المواصفات يكون هو مبين لي ايه باش مهندسين يكون هو مبين للعنوان اللي انا هخطبه عليه بس مش عنوان الشركة عنوان السكن بتاعه ما يكونش مثلا مأقل اللي مثلا شقة لسه مأجرها اللي مثلا بقاله شهر واخد أشجار جديد ومسلا ايه ياخد يتعامل ومسلا ايه اديله مثلا جزء من الفلوس ولا حاجة وياخد الفلوس جيت ويهرب برا البلد لا يا باش مانس يبقى الراجل ده سمعته كويسة والراجل دوت بقاله سنين قاعد في المكان ده يبقى انا متطمن على الشغل وانا انا بتعامل مع شخصية موجودة من ايه في المكان دوت من زمان مش لسه مثلا مجرد انه ساكن جديد تعالوا نشوف النقطة التالتة في حالة ما اذا كان مقدم العطاء في حالة ما اذا كان مقدم العطاء سيكلف سيكلف بعض الاعمال الى مقاول اخر او مقاول مثلا تاني متعحد غيره فيجب علي ان يبين في عطائه اسماء من يحتمل ان يتعامل معه يعني انا مثلا انا هاجي مجموعة المقاولين دولار اللي هما في الشركة بتاعتي او المحل التجاري هاجي مثلا هنلاقي ثلاثة واربع هما اللي بيتعامل هاجي مثلا اقولك في البند مثلا في بند المباني لا محدش محدش من الثلاثة دولار هيتعامل معك لا ده فيه مثلا واحد هيجي مخصوص الراجل دوت سمعته كويسة وبيعمل شوية شغل جمال فحضرتك هتتعامل معاه يبقى انا حددتي لك مين اللي هيتعامل او انا هكلف واحد من الداخل تمام هو اللي هينفذ الكلام دوت يبقى في حالة ما اذا كان مقدم العطاء انا اللي هقدم العطاء اللي هو مهندس اللي ايه مهندس المقاول هقدم العطاء تمام وليس علي ممكن اكلف احد المقاولين بتنفيذ العمل ده هاروح اعمل ايه هاروح برضو جاي في كرس الشروط اللي هو العقد اللي ما بيني وما بينك هقولك من المحتمل ان انا ما نفسك ايه البند ده انا حددتي بند واحد ممكن اقول له مثلا ايه المقاول ده ممكن ينفس لي مثلا البندين دولت وحددت له الشخص واسمه وبياناته كلها واضحة بعد يبقى مهندس لغة العقد وتفسير يعني ايه لغة العقد العنصر التاني في حلقتنا النهاردة اللي احنا اتكلمنا عليه لغة العقد وتفسير يعني ايه لغة العقد يا بشمالدسين لغة العقد اللي هيكتب بها العقد اللي ما بيني وما بيني الايه اللي هو انا المالك اهو او مهندس مهندس المالك اللي هو المكتب تمام والمقاولين اللي هيشتغله لغة العقد اللي ما بيني وما بينه ايه لازم ايه وانا بكتب العقد تكون اللغة الرسمية طبعا لجمهورية مصر العربية طبعا هي اللغة الاولى اللي هي اللغة الايه العربية طيب اي عقد يا باش مهندس لازم ان يكتب باللغة العربية طب افترادا انا تعاملت مثلا مع مقاول او مع مهندس من خارج جمهورية مصر العربية ناس مثلا ايه شخصيات اجنبية او تعاقد مع شركات اجنبية لازم ان اكتب العقد ده عقد باللغة العربية لازم حضرتك تكتب العقد اللي ما بينك وما بينه باللغة الايه العربية طيب هتيجي بعد دقوة لو في شخصية اجنبية حضرتك هتتعاقد معها ايه اللي انت هتعملها باش مهندس حضرتك هتكتب هترجم العقد ده للغة ايه اللغة ايه اللغة الاجنبية اللي هو حسب المقاول او المهندس الاستشاري اللي حضرتك ايه هتتعامل معاه طيب بعد دو يبقى احنا اللغة الاساسية او اللغة الرسمية للعقد اللي اتفقنا مع بعض اللي هي اللغة الايه اللغة العربية طيب يجوز ان احنا نغير اللغة العربية دي يجوز في حالة ايه ان انت هتتعامل مع شخصيات اجنبية مع مهندسين او استشاريين ايه اجانب طيب طيب افتراضا لو حصل ما بينه وما بينهم خلاف ألجأ ليه لي لسوق التفاهم ده في العقد اللي مكتوب باللغة العربية ولا للعقد اللي مكتوب باللغة الآجنبية ديه يا باشمهندس ارجع للأساس اللي هو القانون اللي احنا ماشينا عليه بتاع جمهورة مصر العربية اللغة يبقى حضرتك لو حصل خلاف او سوق في الفهم بتاع العقد هترجع مش للصيغة اللي مكتوبة مترجمة ممكن يكون فيه خطأ في الترجمة يبقى احنا هنرجع للاساس بتاعنا اللي هو ماشي بالقانون بتاعنا اللي هو اللغة الايه العربية تعالوا نشوف مع بعدي كده اللي هو الايه لغة العقد وتفسيره مع بعض واحد ان تكون اللغة العربية هي المعتمدة في تحرير وتفسير العقد وتنفيذه يبقى لغة العقد وتفسيره رقم واحد ايه اللغة الرسمية اللي احنا اتفقنا عليها هي اللغة الايه العربية هي المعتمدة في تحرير وتفسير العقد وإيه وتنفيذه طيب نمر اتنين يجوز تحرير العقد بلغة أجنبية إذا كان العقد مبرم يعني فيه اتفاق ما بينه وما بين مين مقاول أجنبي أو مقاول مقيم في الخارج رقم ثلاث في حالة وجود نزاع بسبب وجود اختلاف في النسخة المحررة باللغة العربية وتلك المحررة باللغة الأجنبية يرجع إلى النسخة المحررة باللغة العربية دون غيرها ما تبصش أو تفكر للعقد اللي هو مترجم من اللغة العربية لللغة الأجنبية كانت لغة انجليزية أو فرنسية أو أي لغة من اللغات بتاعتنا لأ حضرتك هتركن العقد المترجم ده وترجع للعقد الأصلي اللي هو موجود مسجل ومدون باللغة العربية طيب تعالا بقى نشوف عنصر اللي هو العنصر الثالث مدة سرايان العقد مدة سرايان إيه العقد مدة سرايان العقد دي يد العقد ده اللي هو كراس الشروط بتاعتي لازم يبقى فيه شروط محطوطة تمام وفيه اتفاق واثنين ماضين عليها اللي هو مهندس المالك ومهندس المقاول طيب اللي اتنين دولات مدة مدة الاتفاق بتاعتهم هتبقى مثلا سريا مثلا عشرين سنة أو طول العمر لا يا باشمان مدة سرايان العقد للاتفاق اللي مابيني ومابينك ثلاث شهور ثلاث ايه؟ ثلاث شهور طب ازاي؟ ايه الثلاث شهور دولات؟ اه الشرط اللي مابيني ومابينك ان العمل ده هيتم تنفيذه في اقصى مدة مابيني ومابينك ثلاث شهور طيب بعد وقت يا باشماندس افتراضا ان الحجم العمل اللي هيتنفذ دوت يا باشماندس يزيد ويعدي عن الثلاث شهور لازم ان بقى نقعد كل الاطراف اللي هي الجهات المختصة كلها المسؤولة هنقعد مع بعض هنقول ان البند ده هيليه بدل ما هو هيتنفذ مثلا في اسبوع لا ده البند ده كبير هيقعد بقى ايه هيتنفذ في اسبوع ونص اسبوعين ثلاث هنقعد زبط الكلام دوت هنقول ان شروق العقد بتاعي ده عشان يتنفذ ممكن يعدل ثلاث شهور ممكن يوصل لأربع شهور يبقى في اتفاق وفي ايه وفي تعاقد وفي اقرار بالكلام ده ويتم تدوينه وتسجيله والتوقيع عليه من جميع الاطراف المختصة طيب يا باشماندس هتيجي تقول لي الكلام ده من ساعة الثلاث شهور من ساعة الملمئة والفقر ما بينه وما بين نفسك ودوت يا باشماندسي ان هو يرح عامل لي يرح يرح ايلي الفكرة بتاعته يرح ايلي الفكرة بتاعته ويقول مثلا ان انا هرسم لا يا باشماندس ما كانش فيه علاقة ما بينه وما بينك او انا اختلطت بيك او انا عرفتك طب امتى الكلام دوت يبدأ سرايانه يبدأ سرايانه من اول ما ابدأ افتح المظريف من اليوم اللي انا هحدده واقولي النهاردة فيه جلسة وحدد جميع المقولين او الشركات اللي هي قدمت ايه الازرف المخطومة بتاعتها والمقفولة وقلت فيه اعدد فيه اعدد فتح مظريف النهاردة هنيجي بعد جدوات يا باشماندسين هنقول ايه من اليوم ده هيتم ايه سرايان العقل نحسب من اليوم ده تلات ايه تلات شهور تعال مع بعض كده ويراها في شروط التعاقد المدة المناسبة لسرايان العطاء بحيث لا تزيد عن ثلاثة ايه اشهر ممكن النقطة دي تجيلي اكمل يعني مش شرط انه هو يجيلي العنوان اللي هو تكلم عن مدة سرايان العطاء او اذكر ما تعرفه عن مدة سرايان العطاء لا مش شرط ممكن يقول لي مدة سرايان العطاء تتروح من ثلاثة شهور اربع شهور او خمس شهور اختار من بين الاقواس اختار اجابة من التلاتة يبقى هنقوله ايه اقصى حاجة ثلاثة اشهر طب تعالى بعد جوات نكمل مع بعض وفي حالة الضرورة التي تحتاجها طبيعة وظروف موضوع التعاقد اللي هو المشروع بتاعي فيجوز بموافقة السلطة المختصة تضمين الشروط مدة تجاوز ذلك انه هو ايه اقترح عليهم واقترح على السلطة المختصة جماعي الاطراف اللي ايه الاسباب اللي تخليني ان انا لازم امد العهد بتاع عن ثلاثة ايه اشهر تعالى بعد كده قلتلك بقى ايه واحد سمع واحد زي ايه من الطلبة هو بيقول لي مدة سرايان العهد زي ما تكلمنا افتوحة او بتتحدد من يوم ايه تحسب مدة سرايان صلاحية العطاءات اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح الايه مظارف الفنية يبقى احنا عارفنا كده مدة سرايان العطاء لما ييجي حد مثلا او يجي لي سؤال في الامتحان ويقول لي تكلم عن مدة سرايان العطاء هنقول له ايه اقصى مدة لتنفيذ لتنفيذ العطاء او العقد المبرم ما بين جميع الاطراف اقصى حاجة لها ايه ثلاثة اشهر طيب دي اقصى حاجة ما تزدشي مش مسموح للنازل لا في حالة ان المشروع يزيد عن المددية يا بش مهندس هعمل ايه يجب ان على جميع الاطراف اللي هي الجهات المختصة كلها لازم ان نقعد نتفق مع بعض ان لازم ان المددية تزيد ولازم ان تسجل في قراص الايه قراص الشروط ان يجب ايه نمد مد السرايان العطاء من ثلاثة اشهر الى ايه اربع شهور على حسب موضوع العقد اللي ما بيني وما بينك طيب هتيجي تقول لي ويتم تحديد ويتم تحديد بداية العطاء او سرايان العطاء من ايه من يوم فتح المظارف اللي احنا حددناه يوم مثلا الثلاث الساعة مسلا الساعة 12 او الساعة 2 من اليوم ده هيبدأ ايه العطاء اللي هو العقد اللي ما بيني وما بينك هيبدأ من اليوم ده يتفعل طب تعالا مع بعض كده ننتقل لنقطة جديدة وعنصر جديد في حلقتنا اللي هو اللي ايه التأمين اللي بتدائي جيت في بداية اللي ايه جيت في بداية الحلقة واحنا بنتكلم مع بعض النهار ده يا شباب وروحت قلتلك ايه قلتلك مش لازما في تقديم في حاجات كده قلت لازما مهندس المالك مش مهندس المالك بقى مهندس المقاول صحي كده الناس صحية معايا هوا الشباب المتفوق هو المتميز صحي معايا تمام يجب ان على مهندس المقاول تقديم كل الضمانات تقديم كل اللي ايه الضمانات اللي ايه تطمن سلامة سلامة العمل والعمل ده لازم يكون قايم على اكمل وجه طيب من ضمن اللي ايه من ضمن الحاجات اللي هي لازما المهندس المقاول ده يتيقدمها هي قلنا مع بعض اللي هو التأمين اللي ابتدائي ايه جيباش مهندس اروح عامل ايه زي ما قلتلك في بداية الحلقة او في الجزئية بتاعت العطاقات ولكلك ايه انا حسبت المشروع بتاعي كمية او تكلفة العمل ده كله من الالف للياء تمام هيكلف مليون جنيه المليون جنيه ده يات يا باش مهندس عشان ايه عشان لو حصل شغل مثلا مش مزبوط والمهندس المقاول ده مفكرش ان هو يصلحه اروح جاي يا باش مهندس اروح مقصره انا كم قاول اهو المهندس المقاول المهندس المالك مهندس المالك هيجي يروح مصلح الكلام ده ويروح جاي بمقاول تاني ممكن يروح معدله الشغل دوت ويزبطه على مين على نفقة اللي هو المقاول اللي هو اللي كان شغال يعني انا مش هدفع حاجة من جيبي يعني حضرتك لازم انت صلح طب لو ما صلحتوش وروح تقول لا انا عملت الصح او الاعمال اللي هي فيها عيب تمام وابلغت بجواب رسمي طب يا باش مهندس اعمل الكلام ده على تكلفتي كمالك لا مش هتعملها على نفقة بتاعتك او تكلفتك انت الشخصي لا ده من التأمين اللي ابتدائي اللي هو حطه رصيد التأمين اللي ابتدائي ده قمته 2% من العقد قمته 2% من ليه عشان كده انا قلتلك ايه باش مهندس قيم لازم يكون قدم قبل مفتح المظاريف لازم يكون عمل ايه باش مهندس راح حط في الرصيد اللي انا فتحته في البنك تمام رصيد 2% من قيمة العقد ويروح جايب اصال او شيك شيك مسجل انه دفع قيمة العقد اللي قيمة هكام 2% ممكن يجيلي اكمل او ممكن يجيلي اكمل ايه السؤال التأمين الابتدائي يتراوح قيمة التأمين الابتدائي من نقط لنقط تمام ايه هي 2% 3% 5% او ممكن يجيبها الاختار من بين الاقواس مش يتراوح بقى يا استاذ خلي بالا قيمة التأمين الابتدائي قدرها 2 نقط 2% من قيمة من قيمة العقد ممكن يجيبها لصح وغلط قيمة التأمين الابتدائي 3% صح ولا غلط لا غلط طبعا لان قيمتها كم في المية 2% طب بعد دي دوقات يا بش مهندسين قدمتلك انا التأمين الابتدائي طب انا عملت المؤيسة والعطة بتاعي اقل تكلفة والدنيا تمام بس انا يا بش مهندس ما عملتش التأمين الابتدائي يبقى حضرتك العطة بتاعك ده هيتم استبعده من الاساس ما عادش هيبصله ليه لان انت لازم من سروط الضمانات اللي انت حضرتك بتقدمها مع الخطاب بتاعك الخطاب اللي فيه المؤيسات بتاعتك والاسعار بتاعتك لازم تكون مقدم ايه سروط الضمانات اللي هي قيمة التأمين اللي ايه اللي ابتدائي اللي هي قيمتها ايه اتنين في المية تعالنا نشوف مع بعض كده التأمين اللي ابتدائي يجب على مقدم العطاء ان يودع فيه خزانة الشركة او صاحب العمل تأمينا ابتدائيا قدره كم في المية مهمة جدا مهمة جدا جدا اتنين ايه اتنين في المية من قيمة مجموعة عطاءه ويسدد اما نقدا او بخطاب ضمان صادر من احد الايه البنوك ويستبعد اي عطاء لا يدفع عنه هذا الايه التأمين ما حدش هيبص للعطاء بتاعك طالما حضرتك ما دفعتش التأمين اللي ابتدائي يبقى هيتم استبعاد العطاء بتاعك على طول مباشرة قبل المعاد المحدد هيتم استبعاده امتى ويتم استبعاد اي عطاء لا يدفع عنه هذا التأمين المظاريف يعني حضرتك مسلا رح تقدمت الخطاب بتاعك او الظرف بتاعك وروح تانا ركبته في الدرج او في الخزنة اللي هي محطوط فيها مجموعة الاظرف بتاعة العطاءات هتيجي مسلا تقول لي في خلال يومين او ثلاثة هروح جايب لك الايه الاصال او الخطاب اللي هو يثبت لك نيتي ويه وثبات نيتي ان انا هشتغل بضمير وهشتغل بمستوى عالي ايه هو اللي هيربط ما بيني وما بينك ويثبت جدية الشغل بتاعك اللي هو ايه قيمة التأمين اللي ابتدائي تمام ما احنا ممكن نفتح المظاريف دي ويرسع عليك العطاء وبعد ما يرسع عليك العطاء تيجي تقول لي اصل والله حصلت ظروف وهطرني ان انا سافر او مش هعرف هكمل يبقى احنا مش قاعدين ايه قاعدة كدوة بتاع الشباب الصغير اللي هي يا بشماند ده فيه شركة وفيه ناس هتقعد والكلام دوت تمام يبقى حضرتك قدمت الدفعت لإيمة التأمين اللي ابتدائي حضرتك هتخش من ضمن المظاريف اللي هي هتفتح يوم قاعدة فتح المظاريف طيب بعد كدوة يا بشماند نستعالة نشوف نقطة تانية وعنصر جديد هل يحق هل يحق في سؤال كدوة ممكن يجيلك هل يحق للمقاول تعديل قيمة العطاء هل يحق للمقاول تعديل قيمة العطاء ايوة يحق للمقاول تعديل ايه قيمة العطاء يعني ايه الكلمة ديت عايزة فهمها لك وبسطها لك كدو هو قبل ما تقرأ الكلام اللي انت حضرتك هتحطه في ايه في الكراس ايه هو لما يجي يقول لك مثلا هل من حق المقاول انه يغير قيمة العطاء هو من حقه بس لها شروط ولها ضوابط مش كل واحد مثلا يفكر يعمل الحاجة اللي هي تريحه ديت يعملها في اي وقت لا يا بشمانس من حق ان انا عدي للعطاء اعدت كده مع نفسي تمام وقدمت العطاء والدنيا تمام تمام لقيت مثلا حاجة معينة رخصة في في الشغل اللي انا هعمله ده طالما رخصت وانا عايز عايز العطاء ده بأي طريقة يرسع علي طالما مش مهم مثلا ان انا ايه اشتغل على الاسعار اللي هي القديمة طالما فيه اسعار رخصت وكده هو يبقى انا اعمل ايه اروح جاي خطاب اروح اعمل خطاب مضمون وبكر فيه انا كمقاول او مهندس المقاول تمام بكر فيه ان انا ارغب فيه تخفيض باقي العطاء بتاعي من مبلغ كذا لمبلغ كذا تمام بناء على ايه بناء على تغيير الاسعار او بناء على بذكر الاسباب والكلام ده بيتغل ايه بيتقفل برضو ويتغلف تمام وروح مسجله امتى امتى الزرف ده بيوصل قبل فتح المظاريف من حقك ان انت تعمل تعمل تغيير العطاء ده قبل فتح ايه قبل قعدة فتح المظاريف طيب لو احنا جينا نفتح المظاريف يبقى انا مش هبص لأي تعديل خلاص هيتطبع عليك القواعد بتاعت اللي ايه الجميع المقاولين اللي هي قدمت المظاريف اما تيجي مثلا بعد مفتح الزرف ده تمام قعدة المظاريف ديت ونيجي ونفتح ومش عارف ايه وتيجي تقول ايه طب انا هبعتلك خطاب اعدل في قم لا خلاص يا باشماندس انا هرسى على اقل قيمة للايه للعطاء من المظاريف اللي هي تم ايه فتحها طيب بعد جواد يا باشماندس تعال نشوف مع بعد كده هو الخطوات ديت اللي هنعملها تعديل قيمة العطاء مع بعض من حق المقاول اذا تراء له تخفيض القيمة الاجمالية من حق المقاول اذا تراء له تخفيض القيمة الاجمالية لعطاء بأي نسبة وذلك بأن يكتب اقرارا يقر فيه بأنه يقبل تخفيض عطاءه بأنه يقبل ايه تخفيض عطاءه بالنسبة التي يقرها ويضعها فيه مظروف مغلق ويسلمها ويسلمها الى الجهة الادارية بالبريد او باليد قبل امتى بقى هبص بقى هنركز على ايه النقطة دي تجيلي اكمل الحاجات ديت اللي بتجيلي ما بين ايه ما بين السطور اكمل ديت ساعات باي يعني بص هنبص على كلمة صغيرة بس نركز عليها جدا تعديل قيمة العطاء امتى قبل فتح المظاريف ويعتبر ذلك المظروف مكمل لمظروف مظروف مين لمظروف اللي هو المقاول اللي هو مكمل لمظروف المالي اللي هو الاولاني اما اذا بدأت لجنة فتح المظاريف عملها فلا يحق لاي مقاول تعديل قيمة عطاء او سحبه طالما عملنا قاعدة فتح المظاريف يبقى مش من حقك ان انت تغير قيمة العطاء او تسحبه تيجي تقول مثلا انا هسحب الظرف ده يا باشماندس او هسحب العطاء اللي انا قدمته في الاول وارح مقدم ما انت ممكن تكون مثلا غشيت مني او وصل لك مثلا معلومة ان انا غاية العطاء بتاع سين او صاد مثلا امتوا مثلا ايه اقل من المليون مثلا 750 او مثلا 500 مثلا تمام هتيجي تروح مغاية لا يا باشماندس صلاة ما قاعدنا وفتحنا المظاريف يا باشماندس تمام يبقى انت في الحالة دي لا يجوز تعديل قيمة الايه العطاء تعالا ننتقل لعنصر جديد ونقطة جديدة في حلقتنا اسباب الغاء المنقصة اسباب الغاء المنقصة امتا ألغي المنقصة تلغى المنقصة قبل البت فيها بقرار مسبب ويجوز الغاء المنقصة في اي من الحالات الاتية امتا ألغي المنقصة في عندي كذا حالة تسبب لي من حقي ان انا ألغي المنقصة ايه هي اول حالة يا باشماندسين ان انا لو اتقدم لي مثلا مجموعة عطاءات مثلا عشرة تمام وتم استبعاد التسعة من العشرة دولت يا باشماندس السبب ايه السبب انه ما موفوش مثلا بلايه بجميع الشروط اللي موجودة في قرص العقس تمام يبقى انا حضرتك هتعمل ايه بقى يا باشماندس رسع عندك عطاء فانا مش مستاهل يعني العملية مش خلاص مش مستاهلة ان انا اروح عامل منقصة عشان واحد وهو كده كده هيرسع عليه العطاء يبقى انا يا باشماندس ايه تم الغاء المنقصة ورسع عليه العطاء بالتسكية يبقى انت من حقك يا باشماندس ان ايه ان انت هترسع على عطاء في حالة امتى لما يكون جميع العطاءات تم الغاءها باسباب معينة ان هي ما وفدش الشروط ما قدمش التأمين اللي ابتدائي اللي احنا تكلمنا عليه انت ما قدمتش التأمين اللي ابتدائي انت ما قدمتش انت وهكذا او الشروط بتاعتك دي مثلا في نقصة او في حاجات مثلا معينة في عدم صحة بيانات تمام كل الكلام ده تم استبعاده ورسع عطاء واحد يبقى ده يا باشماندس من حقك ان انت تلغي الايه المناقصة يبقى اول حاجة من الحالات تعالها مع بعض كده نشوفها اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد او اذا لم يتبقى بعد العطاءات المستبعدة الا عطاء ايه وحيدا يبقى في الحالة دي من حقك ان انت تلغي الايه المناقصة تعالنا نشوف النقطة التانية اذا اقترنت العطاءات كلها او اغلبها بتحفظات يعني حضرتك جميع العطاءات اللي تقدمت عليها تحفظات يعني انت عجبك مثلا ايه العطاءات كلها بس انت كل شوية تقول ايه ده فيه تحفظ على العطاء ده فيه تحفظ على العطاء ده لا فيه مش عارف ايه يعني فيه شوية اخطاء كل كل عطاء من العطاءات دي علي مثلا ايه علامات استفهام او علي علامات تعجب في الحالة دية هتعمل يا باشماندز هيتم إلغاء المناقصة يبقى الحالة التانية إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفزات يبقى في الحالة دية من حقك أن تلغي المناقصة الحالة التالتة إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية تزيد على القيمة التقديرية يعني يا باشماندز العطاء الأقل اللي هو مش إحنا اتفقنا مع بعض إن فيه العطاء هيرسع عليه اللي هو أقل عطاء وهيعمل للشغل بأجوة حاجة وبإمكانيات عالية طيب بس قيمة العطاء دية القيمة التقديرية ليه تمام اللي أنا حاطتها في دماغي هو عامل لي مثلا إيه عشر تلاف جنيه للشغل بتاعي ده هيتعمل بعشر تلاف جنيه لا أنا حاطت في دماغي القيمة التقديرية للشغل ده مثلا سبع تلاف يبقى هنا من حقي إنه يتم إلغاء لإيه المناقصة يبقى أنا عندي ثلاث حالات لإلغاء لإيه المناقصة أول حاجة باشماندز اللي هو إيه لو جميع العطاءات اللي تم تقدمها تم استبعادها تمام وتبقى إيه عطاء واحد أو فيه عطاء واحد إيه تم تقديمه للمناقصة كلها يبقى أنا في الحالة دية مش محتاج إن أنا أعمل إيه أعمل أعمل عملية المناقصة ونقعد بقى نعمل قعدة فتح مظارف عالية ده هو مظروف واحد اللي هو ظرف واحد هو اللي هيتم فتحه طيب في الحالة دية يا باشماندز تم إلغاء المناقصة يا باشماندز وتم إيه الموافقة على العطاء اللي هو تقدم هو ده اللي قدامنا يبقى ما بقى هنعمل إيه يا باشماندز ده الحالة الأولى طيب الحالة التانية إحنا قلناها إيه أيوة في حالة إن العطاءات اللي تقدمت عليها تحفظات عليها علامات استفهام عليها علامات تعجب في حاجات مش واضحة فيها مثلا أسباب تخليك كمالك إن أنت تقلق من التعامل مع العطاءات اللي تقدمت ده يبقى أنا نريح دماغنا ونلغي المناقصة دية يا باشماندز ونلجأ لطريقة ليه لعطاء أو طريقة جديدة اللي هو مثلا ممكن يكون عن طريق الممارسة أو عن طريق الزم المالية إن الراجل ده صال إيه إن أنا كلفت مقاول أو مشركة زمتها المالية زمتها كويسة أو على السمعة زي ما احنا بنسميها على السمعة سمعته كويسة الراجل ده ينفذ المشاريع في الأوقات المناسبة في بأعلى بأعلى إمكانية تمام؟ وبقال لتكلفة وسمعته كويسة محدش يشتكى منه وبيعمل الشغل إيه يعني زي ما إحنا طلبين زي ما هو مثلا بينفذ على حسب شروط إيه؟ الشروط التعاقد اللي ما بينه وما بين مين؟ المالك والمقاول تمام؟ يبقى داع على السمعة أو السلال إيه؟ الزاتية يبقى ممكن نلغي إيه؟ المناصر طب في إيه تاني إذا كانت قيمة العطاء الأقل إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية القيمة التقديرية اللي أنا عملها للمشروع مثلا عشر تلاف زي ما قلنا بس قيمة أقل عطاء متقدم لي تمام؟ متقدم لي مثلا إيه؟ 15 لما هو الشغل كله يتنفس بعشرة إنت مقدم لي اللي عطى كله ب 15 لا باش من حق إن أنا ألغي إيه؟ المناصر تعالنا نشوف مع بعدي كده عنصر جديد كده إحنا تكلمنا في حلقتنا النهاردة على مجموعة نقط ومجموعة عناصر تمام؟ بنجز على جزئية جزئية المواصفات والعطاءات ديت مهمة جدا ولازم أن ييجي سؤال في الجزئية ديت اتكلمنا النهاردة على طريقة تقديم العطاءات إزاي بيتقدم العطاء؟ واتكلمنا فيها إن العطاء دوت يا باش مهندسين بيتعمل إزاي؟ إن أنا بروح عامل للرسومات وبرح عامل البيانات بتاعتي تمام؟ بعد ما بعمل البيانات تمام يا باش مهندسين؟ تمام كده هوت؟ إحنا بنرجع هو وبنركز على النقط المهمة اللي إحنا إيه؟ اللي إحنا هنحتاجها بعد كده تمام؟ طريقة تقديم العطاء تمام؟ عن طريق اللي هي المناقصة وقلنا المناقصة ديت لها إيه؟ وتعديماتها إيه؟ تمام؟ بعد كده اتكلمنا مثلا من ضمن العناصر اللي إحنا اتكلمنا عليها اللي هي لغة العقد واتكلمنا إن لازمًا ممكن يجي له سؤال إن لغة العقد تكون اللغة إيه؟ اللغة العربية طيب اتكلمنا برضو في حلقتنا من النقط المهمة جدا وتيجي في الامتحان اللي هي اللي هي عبارة عن إياه باش مهندسين تكلمنا على التنمين اللي ابتدائي وقلنا قيمته إيه؟ 2% طيب واتكلمنا إيه تاني يا باش مهندسين؟ اتكلمنا على اللي هي المعلومات اللي لازمًا تتوفر في مقدم العطاء قلنا يا باش مهندسين إيه؟ أي واحد دي يفكرني كده قلنا إن لازم يكون المقدم العطاء ده إن كانت شركة أو محل تجاري لازمًا يقدم للسجل اللي هو الترخيص بتاعه ومستسجل فيه مين المقاولين اللي أنا هتعامل معاه متحدد الأشخاص اللي أنا هتعامل معاه تمام؟ طيب بعد جدوة لو أنا هاجي أتعامل مع مثلا مع حد في بند معين لازمًا برضو الشخص ده لازمًا يتحدد من قبل المقاول هاجي مثلا في قرص الشروط والمواصفات هروح جاي هروح يقول لك إيه؟ خلي بالك هيتم تدوين كدوة اللي إيه؟ إن الباش مهندس ده أو المقاول ده هيتم هيقوم بتنفيذ بند أعمال البناء أعلى الطبقة العزلة تمام؟ وبنفس المواصفات المذكورة في إيه؟ في قرصة الشروط والمواصفات تمام؟ كل الكلام دوت إحنا اتكلمنا عليه واتكلمنا على المناقصات وإن شاء الله بن الله هنتكلم مع بعض في حلقات تانية أخرى وهنكمل إن شاء الله المناقصات المناقصة ده يا شباب المادة بتاعتنا مهمة جداً وفيها شغل جامد تمام؟ ومحتاجين إن إحنا نركز وناخدها من الأول كده باش مهندسين إن إحنا يعني الـ 15 درجة أو الـ 20 درجة اللي يخص جزئية العطاءات والمناقصات ديك إن شاء الله يعني إن شاء الله ما نخسرش منها أي أي معلوم وما نخسرش منها أي درجة تمام؟ لأن المادة بتاعتنا سهلة وبس هي محتاجة شغل وتركيز وفيها الجداول الجداول ديك محتاجة تركيز من شبابنا الواعي تمام؟ وإن شاء الله بن الله هنكمل مع بعض في الحلقات القادمة إن شاء الله وإلى اللقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته